عايزة أبدأ بحاجة مهمة جدا ودائما أنا بقول الكلام ده أو كل الزملاء في مجال الميديا أو كل المحطين والمتابعين لرياضة وصناعة كورت القدم يعني على سبيل المثال في فقرة تريند كانوا فيه خبر عن يعني صورة بتجمع ما بين رئيس ماكرو الرئيس الفرنسي سموا أمير تميم أمير دولة قطر ومبابي نجم بريس سان جرمان الكبير أكيد الحوار والكواليس ممكن نكون يعني احنا بعيد عنها لكن عايزة أقول أن كورت القدم أصبحت صناعة وصناعة مؤسرة نجمية كبيرة بتخلي المكتهد والمتميز فيها يتواجد مع الرؤساء والأمراء والملوك هي دي كورت القدم أو الرياضة عموما تاني المكتهد في مجاله أنا بخص بالذكر الرياضة وبخص تحديدا كورت القدم في الصورة دي وفي اللقطة دي تحديدا حجم الحاجات دايما اللي بتخلي كل العيون تروح عليها صورة زي دي تنقلتها كل وسائل الإعلام حول العالم ليه؟ فيها رئيس فرنسي فيها أمير دولة قطر فيها واحد من أهم النجوم على مستوى العالم بالتالي التكهنات بتروح يمين؟ بتروح شمال؟ اتكلموا في إيه؟ هل مثلا؟ مثلا يعني في ظل الجذب الكبير جدا اللي عاملها دولة قطر الشقيقة إنه ممكن واحد زي زنبابيه فترة من الفترات يقوم متواجد زي ما فيه بعض النجوم راحوا الدوري السعودي هي دي الأمور اللي دايما بتخلي يعني طبعا وده فين بقى؟ ده في قصر الإليزيه المقر الرسمي لإقامة الرئيس الفرنسي ودي دعوة من الرئيس الفرنسي يعني طبعا رئيس الفرنسي إمانويل مكرو دعا في التفاصيل اللي تواجد سمه الأمير طبعا تميم أمير دولة قطر إنه متواجد طبعا طبعا يعني إمبابيه ليه برضو؟ لأن المالك المالك وحنا برضو بنكلم على صناعة قطر القدم أنا بس هابتعمل فيه ربط هو ناصر الخليفي القطري هو مالك باريس سن جرمان وما أدرك ما باريس سن جرمان في الفترة الأخيرة والاهتمام والتعاقدات الموجودة في باريس سن جرمان في ظل وجود ناصر الخليفي ده بس حبيت يعني عمل إطلالة سريعة على صورة الصورة بتتكلم الصورة كواليسة إيه ممكن بتقاش عندنا لكن ما حول الصورة وما يكتب عن الصورة وما يقال عن الصورة هو ده بقى التكهنات ده ممكن يكون بيقوله مثلا عايزك في قطر لا عايزك تكمل في بريس سن جرمان ما ترحش في ريال مدريد لا فرنسي هو ممكن يبقاش الجزور الأساسية فرنسي الأب تقريبا كاميروني أو من كودفورو والأم جزائرية لكن الهوية الآن اتربى وعاش وترعرع في فرنسا الأمور دي كلها بتخليك دايما يبقى النجوم دي عنوان والنجوم دي مقصد والنجوم دي أمل وأمنية زي من برح لما تكلمنا عن نجميلة كبير محمد صلاح وقلنا محمد صلاح أصبح واحد من أهم النجوم على مستوى العالم في تاريخ كورة القدم كتب كده زي ما قلنا بلي ومارادونا وبكنباور وكرايف ونجوم كتيرة جدا عشان ما ننساش نجوم كتيرة أسروا الملاعب على مستوى العالم هيفضل محمد صلاح واحد من دول ممكن لزل لأمور معينة وطبعا الفوارك الكبيرة جدا ما بين مثلا القرى في القرى الأفريقية والقرى في القرى الأوروبية والبرازيل وأرجنتين وبعض البلدان اللي عندهم نهضة كبيرة جدا في قرى القدم بنبقى احنا بيت شوية عن منصات التدويج لكن كنا فترة من فترات قريبين قوي على مستوى القاري وبالتالي نتمنى إن شاء الله في القادم نتمنى إن شاء الله للكابتن حسام حسن وجهاز المعاون في الفترة اللي جاية إن تعود الرياضة للكرى مصرية مرة أخرى تعود مكانة مصر مرة أخرى من حيث الترتيب العالمي والترتيب الأفريقي أمور كبيرة بس صورة خلتني أتكلم كل الكلام ده تحديدا